موسيقى اليوم احنا هنا في أمزميز من أجل مبادرة اللي هي دوجوغ يعني كهفن اللي فيها أربعان توع المحطات المحطة الأولى كينا في أمزميز اللي الهدف ديالها هو نخرجوا هاد الأطفال اللي عاشوا هاد الزنزال من الحزن من الخوف ونرجعوهم اللي بيئة ديالهم اللي هي طفولة اللي هي اللعب اللي هي الإبداع اللي هي الحياة خصوم يرجعوا الحياة لأن الحياة كتستمر دون قمنا كجمعيات سابيل بمجموعة من المبادرات في مجموعة من المناطق في الحوز فيما يخص القوفاف اللي ماتلالي كوفيرتوري تو 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 لي بزوان ولكن اليوم مع بشاركة مع جمعيات مواهب رجعنا أننا نفكرو في هاد الطفل وأننا نخفو عليه الخوف والمعاناة اللي عاش كيف ما كاتشوفو كاينين ورشات كتيرة ورشات كولوغياج كاينين دي بسيكولوغ اللي غادي هدروا مع الأطفال غادي شوفوا الرسومات دياولوهم غادي حللوهم كاينين دي جو كولكتيف اللي غادي يعبوا فيهم مالوليدات مع بعض دياتهم كاينين دي جو غنفلاب دونك هدشي كلو من أجل أن هاد الأطفال هادو يرجعوا للحياة ديالهم الطبيعية اللي هي اللعب اللي هي الإبداع اللي هي الحياة اللي هي المستقبل كيفاش كانت تجاوبة تجاوبة هاد الأطفال يعني كان إقبال لهادشي حسيتو بهم متجاوبين والبقية عندهم ذاك الدغط حنا البال كنا هنا بور الانستالاسيون تعلو الماتيريال الوليدات كلهم كانوا هنا تيقولوا لنا فقاش غادي جو لأن الطفل غادي بقى طفل طفل ديما هو القدام هو البلاد هو غدا هو المستقبل تأهد البلاد هذي دونك كانوا هناك يقولوا بإنا إمتى غادي تبدأ وفقاش نجيو الصباح وحتى الصباح وكانوا قبل منا لأنهم فرحانين فرحانين أننا نحن جينا عندهم وفكرنا فيهم فرحانين بهذه الألوان اللي ضايرين بهم فرحانين أنهم يرجعوا لأنهم تهو مرهم ما الحياة بغاوا يرجعوا الحياة جلوم الطبيعية نحن في الحقيقة كشبكة قراءة نعتز ونفتخر بأن نكون ضمن الفائلين والشركاء في هذه القافلة التضامنية اقتصر مجال تدخلنا على مستوى ورشات القراءة لصالح الأطفال حتى تصبح القراءة وسيلة للفهم ووسيلة للمتعة ووسيلة أيضا للشفاء الشفاء النفسي لهؤلاء الأطفال وحتى نرسخ في نفوسهم وفي عقولهم الفعل القراءة حتى تصبح فعلا يوميا وسلوكا يوميا يمارس من أجل الرقي وتقدم بالمجتمعات وبالتالي فنعتقد أن يمكن من خلال القراءة أن نعمل على تهذيب النفس وتنمية مهارات هؤلاء الأطفال الذين كانوا ضحايا كارثة الزلزال 8 شتنبر 2023 في الحقيقة كان وقع هذه الورشات القرائية على نفسية الأطفال كان وقعا إيجابيا حيث يعني تعاملوا الأطفال مع الكتاب بشغف بحب واكتشفوا متعة واكتشفوا صفر في هذه الكتب هذه المبادرة القفلات تضامنية مع الأطفال ضحايا زلزال الحوز فجأت مبادرة من الجمعية كتضامن مع هذه الضحايا وكذلك من أجل انتشار الأطفال من هذه الأجواء زلزال والحزن وكذلك تضامن معهم معنويا أكثر ماديا معنويا أكثر ماديا فقررنا أن نديروا واحد البرنامج اللي غيمتد على واحد السنة أو ما يزيد اللي غتكون فيه مجموعة الأنشطة كانت البداية ديالها هي هاد القفيلة تضامنية غتجوب الأقاليم الستة اللي تضررت من الزنزال ولكن بالمقابل غتكونوا واحد الندوات ديال الترافوع من أجل رفع الإقصاء ومن أجل العدلة المجالية المستوى الوطني وكذلك نفكر جديا أن ننظم مخيامة صيفية الأطفال والشباب ديال هاد المناطق من أجل إدماج ديالهم مع الأقران ديالهم في المجتمع وكذلك ديما في نفس الإطار ديال أنه نحاول نرفع عليهم وكذلك نحاول ننتج لهم من الأجواء ديال الحزن سمعت يلقى في أمز تجاوب ديال الأطفال والدات المنطقة باتشي وش خرجوا من هادا الصدمة ديال الزلزال أول حاجة احنا كنا فريحين جدا لأنه القافلة نجحات قبل ما تبدأ لأنه في الاستعدادات الأول اللي يجينا الناس والساكينة كتقول بأنه هذا نشاط نوعي اختلف على جميع المبادرات التضامنية اللي عرفناها ولي طبعا الشعب المغربي بيين على تضامن دياله وتلاحم دياله في وجه جميع المصائب والكواريد فجاءت هذا المحطة وبيين أنه الشعب المغربي هو يد واحد وهو جزء واحد لا يتقسم فيه في القطيا في دو ولكن يجمعنا المغرب يجمعنا المغرب ويجمعنا الوطن فقلت لك بأنه الناس قبل ما تبدأ حبوب المبادرة لأنه كان نشاط متمييز ويجمعنا المشيعة في حال العادي وكذلك لأنه فكرنا في واحد الفئة التي بقى خاصة دعم أكثر خاصة المسندة أكثر حكم أن الأطفال لا يعرفون كيف النزال وكيف هذا عظاهرة طبيعية أو العيق بإلهي أو لا لدينا مجموعة الأفكار عند الأطفال اللي حاولنا أنه نوضح لهم بأنه هذا طبعا ليس عقابا إلهيا وإنما هي ظاهرة طبيعية تحدث في مناطق كثيرة في العالم ومجموعة ومجموعة المناطق التي تنشط فيها اسم الزلازيل فهذه ظاهرة طبيعية قدر الله مشاء فعال تعزين الحار للضحايا وكذلك دعواتنا بالشفاء العجل المصابين وكذلك احتها الأطفال رهون مصابين نفسيا نفسيا نحن نحاول بهذه المبادرة التي تمتد قريبا على سنة أن نحاول نخرج من من هذه الأجواء ونحاول أن ندعمهم نفسيا